اشتركوا في القناة وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطار شرم الشيخ الدولي معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية وكبار المسؤولين المصريين رافقت صاحب الجلالة السلامة في الحل والترحال وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يسعدنا ونحن نصل الى مصر العزيزة ان نجدد تقديرنا الكبير لما يجمع بين بلدين وشعبينا من علاقات تاريخية واخوية وثيقة وراسخة ستظل ونظل نفخر ونعتز بها وتقديرنا ايضا للدور الاقليمي والدولي المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة اخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسضافة فخامته للقمة العربية الاوروبية الاولى لنتباحة سويا في السبل الكفيلة لضمان مستقبل اكثر امنا ورخاء لدولنا وشعوبنا ونؤكد ان انعقاد هذه القمة يرتكز على اسس متينة من الشراكات الاستراتيجية والعلاقات القوية بين الدول العربية والدول الاوروبية ويعكس عزمها وارادتها الصلبة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية المشاركة ويجسد رغبتها الاكيدة في تحقيق المزيد من الخير والزهار لشعوبها من خلال تعزيز العمل الجماعي وتطوير مختلف اوجه التعاون بين الجانبين بما يدعم الاستقرار والامن الاقليمي والدولي واننا على ثقة بان هذه القمة ستكون مرتكزا لمرحلة جديدة من تعاون وعلاقات وشراكات بين الدول العربية والدول الاوروبية على كافة الاصعدة بما نلمسه من تضافر في الجهود وما نملكه من امكانيات ومقومات من اجل تحقيق امالنا وتطلعاتنا واعطاء دفعة قوية واحداث نقلة مهمة في مسار العلاقات فيما بيننا وبما يخدم مصالحنا المشتركة ترجمة نانسي قنقر